من الشغل على البيت ولقى ان امراته كانت تعبانة النهاردة لا تبخت ولا غسلت ولا نظفت والقدم كركبة والسرير متلخبت والعيال حالتهم يرسى لها وكده فقال لها انت يا هانم ده انت ده واجبك انت لازم تعملي كده هي ما عملتش كده هتبتدي هنا المشاكل طيب يبقى الحياة بقى مش هتبقى وردية مظبوط ما هي عشان بقيت الحياة غير زمان بقى رتم الحياة سريع جدا بقى فيه ضغوط كتير فالراجل بيبيراجع من شغله فعلا ليه ضغوط كبيرة جدا وممكن كمان الست تكون بتشتغل مش شرط اهي قاعدة مثلا مع الودي على وجابة المنزلية فاحنا الفكرة في حتة التفاهم او احنا نكون صحاب ايوة ازاي اتفاهم ده رجع من البرة وهو جعان وتعبان وهلكان لا عارف ينام في سريره لانهم كاركب ما خلاص مش عارف يدخل البيت ولا عارف يأكل لان هي ما تبختش النهاردة الولاد عمالين بيزنه لان هم كمان جعانين طبعا وهي اللي ذكرت لهم ولا عملت اي حاجة هي النهاردة مدهة مختلفة وبنشوف ده كتير جدا مش عايزة تعمل حاجة وبنشوف ده كتير دي حقيقة فعلا ودي بتبقى وممكن تبقى تعبانة ومرهقة بالضبط هو الحل في حاجة صغيرة جدا ايه بقى؟ احنا الحياة زي ما قلنا كلها ضغوط بقى رتماء سريعة فاحنا الطبيعي انا ممكن اتنازل هي تتنازل زي ما اتكلمنا في الاول هي شركة بين اتنين فاحنا بنشيل بعض فطبيعي اكيد مش كل يوم هروح البيت هلاقي البيت بالشكل ده لا مش كل يوم بس لما بيحصل كده ما هو حيبتجي بقى يقول لها صح ده وجبك يا هانم مظبوط صح ما انا متجوزك ليه؟ ايوة صح ايوة لو مش هزينه او الله اوه حلها بسيط هل يسنع الجملة دي كتير قوي وما لنا متجوزك ليه؟ لأ وبنشوف فصحنا عايشين في مجتمع وبنشوف بيبقى في حد مش مستحمل كلمة حتى ولا أمور تمام في البيت مش مستحمل كلمة حاجة فيها مشكلة ده طبيعي بس حلها بسيط جد ايه بقى؟ انا دخلت خلاص لقيت حد تعبان ابدأ اشوف مثلا هطلب دليفري لو في مثلا الواد محتاجين حاجة وقدر ساعدهم بها يعني مش هتزعق ولا هتعمل اي مشكلة؟ لأ ما خلاص ازعق وعمل مشكلة ليه؟ ما هو ده الطبيعي وده حالة دولية ما انت دخلت البيت لقيت نسلوش حاجة خالص بسيطنا عايزة روح البيت سليم النهار ده ايوة قول كده بعد قلتها تاني لا انا لو عن نفسي لا انا ببساطة خالص هو الامور ابسط من كده بكتير يعني طبيعي لازم هنشي البعض فعادي الولاد محتاجين ايه هنطلبك لنا يعني ناس إيت كمان ده لا اصلا صحابي لا انا في صحابي لا طبعا بياخدوا اكشن واكشن عنيف كمان بعد كده ويقضي راجع نفسه انا ليه عملت كده ده كان يومي من الصبح مش عارف عارف مال والسنة طبيعي كان حاجة بسيطة ممكن كتتحل المشكلة بكلمة واحدة معلش ألف سلامة نشوف رأيينه هاي هو انا يعني زي ما قلنا من شوية استنادا بقى على نفس الرول دي ايه انه مفيش جواز من غير مشاكل ده حقيقي والتغيير هو السنة الأساسية يوميا بكل حاجة بتتغير فطبيعي ان احنا مش ماشينا على بتير واحدة فوارد ان هو ييجي يوم اتنين بتحصر ايه تهابن بس النسبة قد ايه هل بالنسبة 80% بيجي لقى المنظر ده لو قلنا 80-20 ولا بالنسبة 20% مثلا في الشهر في يومين 3 كده متسقطين ليه عشان مودها زي ما قلتي مش مبسوطة اه ممكن كزا حاجة فطبيعي مودها مش مظبوط تعبانة مرهقة عليها دخوط كتيرة خرجت مع اصحابها وتوماتيك ليه هقدر ليه لان هي فيه كريدت بقى ايوة بس الراجل الشرقي هل بيقدر يعني الراجل الشرقي انا بحس ان هو متربي ان هو سي السيد في البيت ان الست ملزمة ان هي تعمله كل حاجة بس اقولك حاجة لان هو اتربى كده هقولك حاجة انوه بحب قوي في الراجل الحكمة فهو لو جي لها اصلا الوضع سيء زي ما انت ذكرتيه كده ووصفتيه ده انا وصفته باسوأ اه من الحكمة من الحكمة قال ازيد الامر سوءا بالزبط بس ايوة بس هو دي لحظة بقى هو داخل وتعبان وملقاش حاجة خالص فهو بين الحكمة هو ده بقى دون هو بقى اللي بيلم الراجل هنا هو اللي بيلم خلاص انتي تعبانا خلاص سعلي نتاب بايه نضرب اي حاجة كده في البيت جيبنا وبطيخ ولا نجيب حاجة من بره هو ده دور وقتها لان هي ايه قلبها تماما فما فيش في ايدي حاجة عملها فهو بيروح هنا راجع خطفة الورا نعمل ايه حبيبتي بس هنا يعني كده المسئولية على الراجل على الراجل بالنسبة والتناسب ان لو الطبيعي ان انا دوري ان انا البيت مش طبيعي ان انا ايجي لقى الدنيا كده بايزة فلو هو ده النسبة الاقل عليا ان انا فيه كريدت فعليا ان انا خلاص فيه كده سبب يعني فيه سبب خلي ان المنظر يعمل كده فهنرتاح وهناكل وبعين بالليل بقى كده وانهارتا كان الدنيا درمغة في البيت كان فيه حاجة بلاي لايزا بلاي ان شاء الله اه